بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري أيامكم سعيدة بولادة منقذ البشرية الإمام الحج المهدي المنتظر نسأل الله سبحانه وتعالى ثبات على ولايته دائما وأبدا حتى ظهوره المقدس حاول قدر الإمكان كتابة الرسالة والرقعة لصاحب الزمان عليه السلام قبل منتصف ليلة شعبان قبل منتصف ليلة شعبان أي الخامس عشر من شعبان ولادة الإمام الحج عليه السلام قدر الإمكان اكتب رقعة الإمام المهدي عليه السلام طبعا هذه الرقعة موجودة على الانترنت مجرد فقط أن تكتب رقعة الإمام المهدي عليه السلام تخرج لك الرقعة تكتبها نصا في ورقة بيضاء غير مخططة وتكتب فيها حاجتك وبعدها تضعها في مرقد قريب عليك أو في مقام من مقامات أمة أهل البيت أو في مقام من أولادي وذرية أهل البيت أو أنك تضعها في بحر أو نهار أو بئر إلى غير ذلك وإذا لم تستطع فقدر الإمكان توصي أحد بأن يأخذها ويضعها في نهار في بحر في مرقد لغير ذلك وإذا لم تستطع وكانت عبارة عن إمرأة لا تستطيع الخروج أبدا لا تستطيع أن توصي أحدا تضعها تحت مصلاها دائما وأبدا يعني تكتب الرسالة وتضعها تحت مصلاها وتحتفظ بها هذه الرسالة مهمة جدا ومجربة جدا آية الله السيد محمد كاظم القزويني رحمة الله عليه المتفون في مرقد الإمام الحسين عليه السلام يقول والله ما أكتبها ليلا حتى يأتي الفرج صباحا يجيبني الإمام الحج عليه السلام عليها فاكتبها أنت ويوقع عليها صاحب الزمان سلام الله عليه بقضاء حاجتك في ليلة النصف من شعبان إن شاء الله تعالى مجربة جدا 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 فلا تفوتها برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام